نفس السؤال، ليه الأهلي كسب النهاردة؟ الأهلي كسب النهاردة عشان اللي خسر النادي الأهلي السوبر الأفريقي هو اللي كسب النادي الأهلي السوبر المصري اللي خسر النادي الأهلي السوبر الأفريقي مباراة كانت سيئة جداً مارسل كولر عدم التحضير الجيد للمباراة واللي استهانة شوية بالمباراة الحالة التانية بتاعة اللعيبة يا كريم اللي كانت موجودة عليها حالة لعيب النادي الأهلي والتالتة وهي الحالة العامة لكل جمهور النادي الأهلي نادي اللي راح أخذ سوبر أفريقي يكسب المطش ويمشي وهأقول لك وهفضل أقول لك كريم الكورة بتتلقب من القلب قبل الرجل وأي فوارق فنية ممكن تكون موجودة اللعيبة اللي بتلعب بقلب وبإصرار وبعزيمة هي اللي بتفرق ده اللي حصل من نادي الزمالك المباراة اللي فاتت المباراة دي هو ده اللي حصل من نادي الأهلي مارس الكولر 180 درجة مختلف عن مارس الكولر المباراة فاتت زاكر كويس قوي من نادي الزمالك عارف مشاكل نادي الزمالك فين في نفس الوقت الحالة اللي كانت عليها لعيبة النادي الأهلي النهاردة كانت حالة أكتر من ممتازة لما تشوف ياسر إبراهيم وشوفت اللقطة اللي انت كنت بتتكلم عليها إزاي ياسر كون على جدا ياسر إبراهيم طلحها زي ما يكون جاب جون يعني في معلق من المطشاط كان بيقول زي ما يكون ياسر بيحتفل بجون لما تشوف ياسر يعني مثلا ما فيش ولا لعب في الآية أو مشوفناش المشهد ده في مباراة السبار الأفريقي بقالك كتير مش بس بقالك كتير ما شوفتش الحالة دي من لعيبة النادي بص الكرة عادية جدا هو راجل دخل على بنتك فطلع منه الكرة شوف خد بالك يا كريم ده ضغط ضغط كبير جدا كان على لعيبة النادي الآلي دي الحاجة التانية يا كريم الحالة التالتة إن الحالة العامة بتاعت جبور النادي الآلي والحالة العامة في النادي الآلي إن كان فيه تخوف من المباراة فما بيكون عندك تخاف مبراه فأنت بتركز دي النقطة الثالثة حاجة بقى الأخيرة اللي عاوز أقول عليها كريم مارسر كولر النهاردة هو استخدم العناصر صح استخدم الأدوات اللي عنده صح عنده أفضل لعبة موجودة في مصر لعب لعبه إنما مش النادي اللي قال يلعب تحت الكرة ويلعب على مرتداته والكورة الطويلة هو ده اللي خلى النادي اللي يكسب النهاردة واللقطة بتاعة ضربات الجزاء لما ياسر إبراهيم برضو كان بيبكي والضربات الجزائية شغلة كل ده من الضغط أنا بتقولكش إن لعلي كسر عشان اللعب كان بيتبكي بس الروح يا كريم كان فيه رغبة من الآخر أكتر فعشان كده الرقلات الترجحية ابتسمت للنادي الآلي زي ما ابتسمت لنادي الزمالك اللي كان عنده رغبة أكتر من ثلاث أسابيع عشان كده بقولك مبروك أكيد لجمهور النادي الآلي ومجلس إدارته وكل جميل هاي